يوجه المنتخب الوطني في التسعة من مساء اليوم نظره السنغالية في نهائية كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ويسعى المنتخب الوطني لحظ اللقب الثامن في تاريخه وسط مسيرة ناجحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية من ترويع الأفيال الإفوارية مرورا بالتغلب على أسود الأطلس المغربية وصودا إلى ترويد الأسود الكاميرونية وإقصائها من كأس الأمم الأفريقية يتبقى لمنتخب الفراعنة خطوة واحدة على حصد البطولة الأفريقية الغائبة عن القاهرة منذ إحراز بطولة عام 2010 في أنجولا المحطة الأخيرة في البطولة يواجه فيها لعب منتخبنا الوطني المنتخب السنغالي في تمام التاسعة مساء الأحد وسط رقب وطموحات كبيرة للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة الذين لم يكن طريقهم إلى المباراة النهائية مفروشا بالورود قبل تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى نهاء البطولة مسجلا بذلك رقما قياسيا فأصبح أول منتخب في تاريخ القارة السمراء يخوض ثلاث مباريات مدتها 120 دقيقة قبل المباراة النهائية 630 دقيقة كاملة لعبها المنتخب الوطني في البطولة دون احتساب الوقت بديل الضائع قبل موقعة أسود الترينجا وسيرتفع الرقم إلى 720 دقيقة على الأقل وهو رقم لم يصل إليه أي منتخب في تاريخ البطولة ما يعكس الإرادة الكبيرة والروح القتالية لمنتخبنا الوطني يعد الفوز بلقب الأميرة السمراء من خلال النهائي قوي بين مصر والسنغال أمرا غير عادية وذلك في ظل صراع المشترك بين نجم ليفربول محمد صلاح وزميله السنغالي سيد يوماني الطامح لتحقيق اللقب القاري الأول مع منتخب بلاده موسيقى